قدوا النهاردة مؤتمر تأسيسي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة اللي بيضم 24 نقابة عامة مؤتمر ركان لانتخاب رئيس ومجلس إدارة الاتحاد ولجنة للرقابة المالية بلغ حدد المرشحين لمجلس الإدارة 94 مرشح بيتنفسه على 20 مقعد وبلغ عدد المرشحين لأضوية لجنة الرقابة المالية 13 مرشح بيتنفسه على 5 مقاعد ولم يتقدم للترشيح لرئاسة الاتحاد إلا مرشح واحد فقط معانا تأرير عن المؤتمر التأسيسي للاتحاد المصري للنقابات المستقلة ولكن كان عندنا خبر قاعدين نرقبه بقالنا أكتر من شهر حقيقة وكنا بننتظره بقدر كبير من الشغف وإحنا في الأقصر ولكن حظنا أن الحكاية جات يوم الخميس ولكن تهنئة من القلب للأقصر وشعب الأقصر والمصر كلها بعد أن أخيرا تم القبض على الحنبولي زي ما حضراتكم تابعتم اليومين اللي فاتوا ولما كنا في الأقصر مش عايز أقول لحضراتكم إزاي الأجهزة الأمن والأهالي كان كل حدثه معها الحنبولي وكيفية القبض عليه بينضم لينا على التليفون سيادة اللواء أحمد ضيف مدير الأمن في الأقصر سيادة اللواء أهلا وسهلا بك وألف ألف أبروك أهلا بك يا سيد معتز كل سنة وحضراتك طيب تحياتنا وتهنئتنا القلبية الخالصة حقيقة بالنجاح الكبير بهذا القبض واللي جه كمان بأداء أكثر من رائع وبدون الحمد لله بدون اشتباكات كلمنا عن الوقع وكيف جاءت الحكاية ولو باختصار يا سيد اللواء هو اللي حصل يا أستاذ معتز طبعا أنت عارف أن ياسر داك كان أصلا هرب من استجن عقب ثورة 25 يناير والأحداث اللي عقبت الكلام ده هو طبعا كان هو وثناء وسبعة تاني من زميله اتمكنوا عقب الهروب على طول بتكوين تشكيل عصابي يتكون من 33 فرض تخصصه طبعا في ارتكاب حواد السرقات والإكراه والقتل والحوالي ستين قضية متهم فيها هو المجموعة لمعاه كان أشهرها قضية مقتل مفتش مباحث القصير وقتل عامل في محط التعامل لقصر وبرضه قطل شابين داخل العربية بتاعتهم لهم راحين من لقصر العربية وسرقة البالون اللي هو مشهور لجانب بتكشفتهم بتكشفتهم ايوه ايوه وبرضه وده تأثير سلبي كبير جدا على السياحة الداخلية والسياحة الخارجية بتاعتنا عشان طبعا كله كان متخوف من هو ويجي المذكور طبعا عمل هالة على نفسه بالاتصال بوسائل الإعلام المسموعة والمقروعة والمرئية وتفاخر وتباهب الحواس اللي بيرتكبها من أفعال داني بدون أي خجل ودون أي استحياء الأضايا اللي عملها دي حاول بقى يبسط القوة بتاعته على المواطنين ويروع المواطنين في مدينة لقصر والقرى كان بيرتكب حوادث في محافظة أسوان ولقصر عندنا هنا وفقنا وبرضو في حوادث في سواج برضو ارتكبها استهتفنا في أكثر من ثلاثين حملة في حملة من الحملات كانوا أصيب فيها وبطال قنار وتمكن من الهروب طبعا كعشين كانت علامات سيد وزير إن احنا بخضر إن كان ما نحاولش نصيب أي حد من المواطنين خلال التعامل معها في خاصة لما يكون في الزراعات بتاعته واصلت معلومات في الفترة الأخيرة إنه بيتردد على منطقة الكارنك في الأقصر وتم عرض المعلومات على سيد الوزير وقال الحذر في التعامل معاه اسمه يوصقه ما يوصبش وفعلا تم استئدافه من غير ما نضرب ولا طلقة وزبطنا وزبطنا مع البندية الآلي وستين طلقة الناس طبعا لما عرفت على طول بالواقع جات قدام مديرة الأمن وبدأت تهتف للشرطة والجهاز الشرطة وإن فرحانا عشان الأمن يعود لمدينة الأقصر ويتحركوا في أمن وأمان بدون أي مضايقات على الطرق أو بدون تهديد الروعة بتاعتهم وبرضو ده دعوة للسياحة الداخلية اللي كانوا متوخوفين أن هم هيجوا للأقصر لا تعالوا هيجوا للأقصر وبرضو بالنسبة للأجانب الدول كانت بتحاول تسيق لنا أن فيها عصابات مجرمة موجودة في الأقصر بتنتقم وبتسرق البالون الطاير وتسرق عربات سياحة ما تروحوش لا احنا خلاص ما فيش حاجة وتفضلوا عندنا شرفوا على الرحب الساعة بعد إذنك أعيز أقول لك يا ستلوة أعتقد أن نستخدم هذه الدفعة القوية لإعلاج بعض السلبيات يعني الأمن دلوقتي عنده دفعة قوية جدا والناس كلها في داره في الأقصر السلبيات اللي حضرهاك شفناها سويا اللي موجودة وتؤثر على السياحة في الأقصر أعتقد أن دي فرصة نقدر الناس تتقبل بقى الحاجات اللي هتعملوها تمام حضرتك كنت أثرت مشكلة مهمة في وجودك أكتاز معتاز لما كنت موجود معنا في الأقصر اللي هي مشكلة الحناطير أيوه وإحنا بعدها على طول متالي بعدها بسبوع وكنا عملنا اجتماع مع سيد كان مشرفه السيد المحافظ وكان القيادات كلها وأصحاب الشركات السياحة والمسؤول المعنين بالسياحة وغرف السياحة وأصحاب الحناطير واتفقنا على عدة موضوعات إن شاء الله هتحوز مجال التنفيذ خلال أسبوع بينزل له والمظهر اللي شفته ساعدتك على الكورنش ده إن شاء الله مش يبقى موجود خالص بشكرك بشكرك وتهنقتنا الخالصة سيات اللي هو أحمد ضيف مدير الأمن في الأقصر بشكرك شكرا جزيلا وعقبال سقوط بقية الفسدين